وبجبروتك التي قهرت بها كل شيء وخضل علىها كل شيء وذل لها كل شيء وبجبروتك التي غلبت بها كل شيء وبعزتك التي لا يقوم لها شيء وبعظمتك التي ملأت كل شيء وبسلطانك الذي على كل شيء وبوجهك الباقي بعد فناء كل شيء وبأسمائك التي ملأت أركان كل شيء وبعلمك الذي أحاطى بكل شيء وبنور وجلك الذي أضاء له كل شيء يا نور يا قدوس يا أولى الأولين ويا آخرى الآخرين اللهم اغفر لي الذنوب التي تهدك العصام اللهم اغفر لي الذنوب التي تنزل النقام اللهم اغفر لي الذنوب التي تغير النعم اللهم اغفر لي الذنوب التي تنزل البلاء اللهم اغفر لي كل ذنب أذنبته وكل خطيئة أخطأتها اللهم إني أتقرب إليك بذكرك وأستشفع بك إلى نفسك وأسألك بجودك أن تدنيني من قربك وأن توزعني شكرك وأن تلهمني ذكرك اللهم إني أسألك سؤال خاضع متذلل خاشع أن تسامحني وترحمني وتجعلني بقسمك راضيا قانعا وفي جميع الأحوال متواضعا اللهم وأسألك سؤال من اشتدت فاقته وأنزل بك عند الشدائد حاجته وعظم فيما عندك رغبته اللهم أعظم سلطانك وعلى مكانك وخفي مكرك وظهر أمرك وغلب قهرك وجرات قدرتك ولا يمكن الفرار من حكومتك اللهم لا أجد لذنوبي غافرا ولا لقبائحي ساترا ولا لشيء من عملي القبيح بالحسن مبدلا غيرك لا إله إلا أنت سبحانك وبحمدك ظلمت نفسي وتجرأت بجهلي وسكنت إلى قديم ذكرك لي ومنك علي اللهم مولاي كم من قبيح سترته وكم من فادح من البلاء أقلته وكم من عثار وقيته وكم من مكروه دفعته وكم من ثناء جميل لست أهلا له نشرته اللهم عظم بلائي وأفرط بسوء حالي وقصرت بأعمالي وقعدت بأغلالي وحبسني عن نفعي بعد آمالي وخدعتني الدنيا بغرورها ونفسي بخيانتها ومطالي يا سيدي فأسألك بعزتك ألا يحجب عنك دعائي سوء عملي وفعالي ولا تفضحني بخفي ما اطلعت عليه من سري ولا تعاجلني بالعقوبة على ما عملته في خلواتي من سوء فعلي وإساءتي ودوام تفريطي وجهالتي وكثرة شهواتي وغفلتي وكن اللهم بعزتك لي في الأحوال كلها رؤوفا وعليا في جميع الأمور عطوفا إلهي وربي من لي غيرك أسأله كشف ظري والنظر في أمري إلهي ومولاي أجريت علي حكما اتبعت فيه هوا نفسي ولم أحترس فيه من تزين عدوي فغرني بما أهوى وأسعده على ذلك القضاء فتجاوزت بما جرى علي من ذلك بعض حدودك وخالفت بعض أوامرك فلك الحجة علي في جميع ذلك ولا حجة لي فيما جرى علي فيه قضاءك وألزمني حكمك وبلاءك وقد أتيتك يا إلهي بعد تقصيري وإسرافي على نفسي معتذرا نادما منكسرا مستقيلا مستغفرا منيبا مقرا مذعنا معترفا لا أجد مفرا مما كان مني ولا مفزعا أتوجه إليه في أمري غير قبولك عذري وإدخالك إياي في سعة من رحمتك اللهم فاقبل عذري وارحم شدة ضري وفكني من شدي وثاقي يا رب ارحم ضعف بدني ورقة جلدي ودقة عظمي يا من بدأ خلقي وذكري وتربيتي وبري وتغذيتي هبني لابتدائي كرمك وسالفي بالركابي يا إلهي وسيدي وربي هتراك معذبي بناريك بعد توحيدك وبعد من طوى عليه قلبي من معرفتك ونهجى به لساني من ذكريك واعتقده ضميري من حبك وبعد صدق اعترافي ودعائي خاضعا لربوبيتك هيهات أنت أكرم من أن تضيع من ربيته أو تبعد من أدنيته أو تشرد من آويته أو تسلما إلى البلاء من كفيته ورحمته وليت شعري يا سيدي وإلهي ومولاي أتسلط النار على وجوه خرت لعظمتك ساجده وعلى ألسن نطقت بتوحيدك صادقه وبشكرك مادحه وعلى قلوب اعترفت بإلهيتك محققه وعلى ضمائر حوت من العلم بك حتى صارت خاشعه وعلى جوار حاسعت لا أوطاني تعبدك طائعه وأشارت باستغفارك مذعنه ما هكذا الظن بك ولا أخبرنا بفضلك عنك يا كريم يا رب وأنت تعلم ضعفي عن قليل من بلاء الدنيا وعقوباتها وما يجري فيها من المكاره على أهلها على أن ذلك بلاء ومكروه قليل مكثوه يسير بقاؤه قصير مدته فكيف احتمالي لبلاء الآخرة وجليلي وقوع المكاره فيها وهو بلاء تطول مدته ويدوم مقامه ولا يخفف عن أهله لأنه لا يكون إلا عن غضبك وانتقامك وسخطيك وهذا ما لا تقوم له السماوات والأرض يا سيدي فكيف بي وأنا عبدك الرعيف الذليل الحقير المسكين المستكين يا إلهي وربي وسيدي ومولاي لأي الأمور إليك أشكو ولما منها أضج وأبكي لأليم العذاب وشدته أم لطول البلاء ومدته فلئن صيرتني للعقوبات مع أعدائك وجمعت بيني وبين أهلي بلاء وفرقت بيني وبين أحبائك وأوليائك فهبني يا إلهي وسيدي ومولاي وربي صبرت على عذابك فكيف أصبر على فراقك وهبني صبرت على حر نارك فكيف أصبر عن النظر إلى كرامتك أم كيف أسكن في النار ورجائي عفوك فبعزتك يا سيدي ومولاي أقسموا صادقا لئن تركتني ناطقا لأضجنا إليك بين أهلها ضجيج الآملين ولأصرخنا إليك صراخ المستصرخين ولأبكينا عليك بكاء الفاقدين ولأنادينك أين كنت يا ولي المؤمنين يا غاية آمال العارفين يا غياف المستغيثين يا حبيب قلوب الصادقين ويا إله العالمين أفتراك سبحانك يا إلهي وبحمدك تسمع فيها صوت عبد المسلم سجن فيها بمخالفته وذاق طعم عذابها بمعصيته وحبس بين أطباقها بجرمه وجريرته وهو يضج إليك ضجيج مؤمن لرحمتك ويناديك بلسان أهل توحيدك إليك بربوبيتك يا مولاي فكيف يبقى في العذاب وهو يرجو ما سلف من حلمك أم كيف تؤلمه النار وهو يأمل فضلك ورحمتك أم كيف يحرقه لهيبها وأنت تسمع صوته وترى مكانه أم كيف يشتمل عليه زفيرها وأنت تعلم ضعفه أم كيف يتقلقل بين أطباقها وأنت تعلم صدقه أم كيف تسجره زبانيتها وهو يناديك يا ربا أم كيف يرجو فضلك في عدقه منها فتتركه فيها هيهات ما ذلك الظن بك ولا المعروف من فضلك ولا مشبه لما عملت به الموحدين من برك وإحسانك فباليقين أقطع لولا ما حكمت به من تعذيب جاحديك وقضيت به من إخلاد معانديك لجعلت النار كلها بردا وسلاما وما كان لأحد فيها مقرا ولا مقاما لكنك تقدست أسماءك أقسمت أن تملأها من الكافرين من الجنة والناس أجمعين وأنت خلدا فيها المعاندين وأنت جل ثناؤك قلت مبتدئا وتطولت بالإنعام متكرما أفمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا لا يستوون إلهي وسيدي فأسألك بالقدرة التي قدرتها وبالقضية التي حتمتها وحكمتها وغلبت من عليه أجريتها أنتهباني في هذه الليلة وفي هذه الساعة كل جرم أجرمته وكل ذنب أذنبته وكل قبيح أسررته وكل جهل عملته كتمته أو أعلنته أخفيته أو أظهرته وكل سيئتين أمرت بإثباتها الكرام الكاتبين الذين وكلتهم بحفظ ما يكون مني شهودا علي مع جوارحي وكنت أنت الرقيب علي من ورائهم والشاهد لما خفي عنهم وبرحمتك أخفيته وبفضلك سترته وأن توفر حظي من كل خير تنزله أو إحسان تفضله أو بر تنشره أو رزق تبسطه أو ذنب تغفره أو خطأ تستره أو خطأ تستره يا ربي يا ربي يا رب يا ربي يا ربي يا رب يا إلهي وسيدي ومولاي ومالك رقي يا من بيده ناصيتي يا عليما بضري ومسكنتي يا خبيرا بفقري وفاقتي يا ربي يا ربي يا رب يا ربي يا رب يا رب أسألك بحقك وقدسك وأعظم صفاتك وأسمائك أن تجعل أوقاتي في الليل والنهار بذكرك معمورة وبخدمتك موصولة وأعمالي عندك مقبولة حتى تكون أعمالي وأورادي كلها وردان واحدا وحالي في خدمتك سرمدا يا سيدي يا من عليه معولي يا من إليه شكوت أحوالي يا ربي يا ربي يا رب يا ربي يا ربي يا رب قوي على خدمتك جوارحي واشدود على العزيمة جوانحي وهب لي الجدة في خشيتك والدوام في الاتصال بخدمتك حتى أسرح إليك في ميادين السابقين وأسرع إليك في المبادرين وأشتاق إلى قربك في المشتاقين وأدنوا منك دنوا المخلصين وأخافك مخافة الموقنين وأجتمع في جوارك مع المؤمنين اللهم ومن أرادني بسوء فأراد ومن كادني فكاد واجعلني من أحسن عبيدك نصيبا عندك وأقربهم منزلتا منك وأخصهم زلفتا لديك فإنه لا ينال ذلك إلا بفضلك وجد لي بجودك واعطف علي بمجدك واحفظني برحمتك واجعل لساني بذكرك لهجا وقلبي بحبك متيما ومنا علي بحسن إجابتك وأقلني عثرتي واغفر زلتي قضيت على عبادك بعبادتك وأمرتهم بدعائك وضمنت لهم الإجابة فإليك فإليك يا ربي نصبت وجهي وإليك يا ربي مددت يدي فبعزتك استجب لي دعائي وبلغني مناي ولا تقطع من فضلك رجائي واكفني شر الجن والإنس من أعدائي يا سريع الرضا يا سريع الرضا يا سريع الرضا يا سريع الرضا اغفر لمن لا يملك إلا الدعاء فإنك فعال لما تشاء يا من اسمه دواء وذكره شفاء وطاعته غناء ارحم من رأس ماله الرجاء وسلاحه البكاء يا سابغ النعم يا دافع النقام يا نور المستوحشين في الظلام يا عالم لا يعلم صل على محمد وآل محمد وفعل بي ما أنت أهله وصل الله على رسوله والأئمة الميامين من آله وسلما تسليما كثيرا اللهم صل على محمد وآل محمد صل على محمد الفعل اخبر اهل يقضي شكرا